وانكمل مع نجوم مصر ومع أحمد مجدي اللي عاش تجربة مختلفة وغنية ضمن مسلسل وعد بليس اللي انتهى عرض حلقاته الستة مؤخرا الحقيقة أنا كنت سعيد جدا وفي عمل يعني فاوستي موجود في الدراما العربية وكنت سعيد جدا بالعمل مع كلنا زي المخرج الإنجليزي اللي كان نجح جدا في مسلسل رشاش فده كان كله محمس جدا والحماس الأكبر يرجع لأداءه شخصية مركبة وغنية بمضمونها شخصية يعني أركا تايبل كده نموذجية قديمة يعني أي ممثل بيحب يلعب الدور اللي فيه شطان أو اللي فيه كلاؤن اللي فيه نموذج كده قديم يعني فشخصية سامي فاجأت مشاهدين مسلسل وعد بليس بتحولاتها وتناقضاتها هو كنت بس عايزة عمل كونترست يعني ما بين ما بين الشخص النموذجي المهزب اللي كمان بيه يدعي شوية أكتر من اللازم أنه هو مهزب بزيادة أو أنه هو نموذجي بزيادة وما بين بقى الجانب الآخر المظلم من الشخصية والتنقل بحرفية بينها التناقضات اتطلب منه جهد كبير صعب أن الواحد يعمل كونترست يعني يعمل حاجة وعكسها فهي التريك اللي أنا مثلا اعتمدت عليها ما بين شخصية سامي وبين الوجه الآخر منه يعني هو أنه يبقى موجود في سامي نفسه حاجة حاجة مقززة شوية أو حاجة تخلي اللي بيتفرج يبقاها مش متطمن أو مش مستريح فده اللي أنا اشتغلت عليه أنه على قد ما هو يبدو أنه مهزب جدا على قد ما هو مش مطمئن شوية فاللعبة دي هي اللي بعدين بتخلي المشاهد لما يحصل النقلة المفاجأة يبقى مش منزعج من المفاجأة يبقى مش حاسة أنه إيه ده أنا كنت عمري ما هقدر أعرفها لوحتي بس هو يفضل حسيسها بس مش قادر يقولها للأعجام وهاتويست ناسبة قصة العمل اللي تحمل عدة مفاجآت هي القصة اللي اتعملت ألاف المرات وهي قصة فاوست الإنسان لما بياروحوا للشيطان عشان هو عايز طمعان في حاجة معينة أو هو وصل لدرجة معينة من اليأس أو كده هي قصة معتادة جدا بقى لا تقريبا مسميتين سنة أو لحاجة بس طول الوقت الفنانين الماضجين الشاطرين بيعرفوا يطلعوا منها قصة عصرية وتعبر عن المجتمع والظروف المعصرة يعني وفي نفس الوقت يبقى فيه إضافة قنية وده اللي حصل في المسلسل فدي حاجة تعجباني جدا أنا مش فاهم حاجة بتي بتقولي كده ليه واللي أثار اهتمامه أيضا هو أسلوب عمل المخرج الإنجليزي في الطريقة اللي كان مثلا اللي بيتعامل بها مع الممثلين اللي بيحضر بيها دي كان بالنسبة لي طريقة جديدة خالص يعني جديدة على الطريقة اللي احنا بنشتغل بها في السوق والجديد على ما جديد كانت أعامل مع نجمة من هوليوود وهي باولا باتن كان برضو أول مرة يعني أشتغل مع نجمة هوليوودية متحققة جدا يعني على أرضها وجاية هذه الأرض الجديدة في وسط الممثلين العرب والمصريين وكانت تواصل معهم بشكل مختلف وهي كانت لذيذة جدا وسهلسة جدا مرحبة وظريفة وكده فبرضو الطريقة يعني جديدة حفتنا تاخد العمل ازاي وعايزة تواصل ايه وعلاقاتها مع الناس كلها بسرعة كانت حاجة مبهرة جدا وإلى جانب كلها العناصر اللي أبهرته يبقى تعاون مع عمر يوسف عيشة بن أحمد وفتحي عبد الوهاب له ميزة خاصة نجم كبير وضر حلو جدا جدا وكمان في مخرج مندي فرصة ومساحة كبيرة قوي الإبداع وفي لحظات كبيرة تأملية وغير الأكشن وبتاع فأظن عمر يعني انيلدت زي ما بنقول يعني أجاد بشكل ممتاز وعايشة برضو يعني ممثلة خاصة جدا وعندها درجة من التأمل جميلة جدا دايما عندها مفاجآت فده كان جميل وفتح عبد الوهاب هو الايكونة اللي بصراحة لوحد فخور بيها يعني فخور انه هو صديقي أستاذ وعنده دايما قدرة على يعني الانغماس في شخصيات صعبة جدا من غير الخوف وبالحديث عن فتح عبد الوهاب فهو سعيد بردة الفعل الإيجابية اللي تلقاها على مسلسل بيت فرح مع انطلاق عرض أولى حلقاته مؤخرا